وإن كنت أختلف أنا في قصة كاس الرابطة لأن الأهلي كان ممكن ياخذ البطولة عنده حوالي 17-18 لعيب مش دوليين كان ممكن يعني يشتغلوا ويلعبوا وياخدوا فرص ويعني يتحطوا على التراج بس النقطة دي بس قبل ما أروح لهوالي النقطة دي كنت أتكلم فيها في الإنترو النهاردة حتى 17-18 لعب اللي موجودين في معظمهم ممكن يستخدمهم في مباريات قدرية ممكن يستخدمهم في مباريات الهلال نفسها فهو الراجل لما سألت في الأهلي هو الآن حتى على اللعيبة اللي مش دوليين عشان دول ممكن يستخدمهم في مباريات الهلال فهو قال لهم العبوا بفريق الشباب العبوا بمترب تاري بس أنا فرقتي كاملة كل العاصر فيها أنا بحتاجها طيب أنا دلوقتي عندي كاس ربطة أنا لو أنا عايز أن نسحب أو عايز أعتذر يعني خلينا نقول اللفظ اللي مزعلش الناس ليه أعتذر طيب أنا حضرت القرار عليه وأنا عارف اللي حتى تربطولة بتقول المشاركة إجباريا بالفريق الأول بدون اللاعبين الدوليين الذين ينضمون إلى منتخرات بلادهم وعادة الأهلي أكتر نادي بيدعم المنطقة نحن نتكلم في سبعة الإشكالية الحقيقية أن العادة الأهلي الدوليين سواء المصريين أو الأجانب هيجولك يوم 29 والماتش يوم واحد يعني بمنتظ صراحة هيتمنوت تمرينة واحدة الثاني ثاني يوم نتعرف فك عضلات أو يعني استشفى يعني إنها هي تمرينة واحدة إنما الفريق الزمني حوالي أربع خمس تيام ما بين ماتش المصري المنتظر وماتش الهلال لكن في النهاية هذه وجهت نظر المدربين لكن كل ما كنت أطوق لانتظاره إن أنت عايز تاخد قرار تاخده مبادئة على الأقل فرقة من الفرقتين اللي هم بخرجوا من دور التاميدي كان يتشارك قدام نادر مصري خصوصاً إن ربطة قالت أنا أنا مش هصاعد الموقف مع الأقلي إذا أراد الانسحب فلينسحب خاصةً إن الليحة لا توجد فيها أي بنوض عقابية للفريق الذي يعتذر عن عدم المشاكلة عظيم شكراً للمشاهدة